إذن دكتور دينيس أعود إليك في إسطنبول تفضلت بأن تركيا ملتزمة بالقرارات الدولية السؤال الكبير هنا في هذه المقابلة هل ستلتزم أنقراء بدفع المليار ونصف المليار دولار لحكومة بغداد بموجب قرار غرفة التجارة الدولية أنا لا يمكنني أن أتحدث بلسان الحكومة التركية ولكن إذا قامت تركيا بدفع هذه الأموال من الممكن أن ينشب مشاكل عدة بعد هذا إذا نظرنا إلى العلاقات ما بين البغداد وبين تركيا نجد أنهم إذا جلسوا على طاولة مفاوضات واحدة من الممكن أن يحلوا المشاكل الموجودة ما بينهم وخاصة مشاكل النفط لأن تركيا بالفعل تحتاج إلى هذا النفط وأيضا العراق تحتاج إلى المنتجات التركية وهم يتشاركون نفس الحدود ويتشاركون نفس الثقافات لذا أعتقد أن ما بينهم أحداث دولية كثيرة وما بينهم مصالح دولية كثيرة لكني لا أعتقد أن تركيا ستقوم بدفع هذه الأموال طيب دكتور دينيس أنا سألتك هذا السؤال تحديدا لأن هناك من ذهب بأن تركيا تحاول أن تساوم العراق للهروب من دفع هذه الغرامة المالية التي تقدر بمليار ونصف المليار دولار أنا أعتقد أن تركيا قامت باستئناف هذا الحكم لتقليل هذا المبلغ وإعادة النظر به لأن هذا الحكم الدولي الذي خرج بعد المشاكل المباني هذه الدولتين ينص بدفع هذه الأموال ولكن هناك علاقات وطيدة ما بينهم لذا أعتقد أن العلاقة ما بينهم سوف تتأثر إذا ما قامت تركيا بدفع هذا المبلغ لذا يجدر بهم أن يجلسا على طاولة المفاوضات وإذا استقر على الوصول لحل دبلوماسي ستستفاد كلا الدولتين أكثر بكثير من هذا المبلغ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر